السيف العثماني يتقان صاروخ موجه من انتاج شركة روكستان للصناعات الدفاعية قاذف يطلق صاروخ موجه من عيار 40 ميلي متر المنظومة تهدف لزيادة القوة النارية الضغيقة لجنود المشاد بانظمة تطلق صواريخ موجهة خفيفة النظام حملة اسم يتقان اي السيف العثماني الصاروخ الموجه يتم اطلاقه من قاذفة قنابل خفيفة يحملها جندي واحد ويتم توجيه الصاروخ بالليزر شبه النشط منسبة الدقة تبلغ مترا واحدا باسلوب باحث ليزر يطلق الأوامر من جهاز التصويم الذي يوجه الصاروخ نحو الأهداف مستخدما اجنحة الكاندر المناورة وتصحيح مساره يبلغ طول الصاروخ حوالي 40 سنتيمتر ويبلغ وزنه كيلوغرام واحد المدى الأقصى الفعال يبلغ ألف متر يحمل جندي حقيبة تحتوي عدد أربع صواريخ جاهدة للاستعمال النظام لا يزال قيد التطوير والأبحاث بعد عدة نسخ بينها ما يمكن إدماجه على أبراج متحكمة بها عن بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر